موسيقى موسيقى عشقت شكيا هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زي الدار البيت متوحد بول محروسة من العين يا قطع من الروح نرسل لتشحنا شواء ويا حمام الدوح غالين طيبين جينا نرتديا والله نحبكم احنا الراحين موسيقى 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 نعرف السيدة المشاهدين قبل ما نتكلم عن المطعم وعن هذا المجهود الحقيقة الكبير من هو السيد خالد العباس بباية حضرتك العلمية والعملية فيما قبل ارتتاح هذا المطعم أهلا وسهلا فيكم مبدئياً وأنا بشكركم لصيرتكم الغالية علينا أنا من زمان كنت حابب أنه يكون عندي لكاء لأن أنا أشرح للجيل اللي مثلي واللي طالع جديد لأنه الإمارات نحن دخلنا عليها الإمارات أنا من عام 1990 قدمت جيلة الإمارات اشتغلت تقريباً فترة طويلة وحسيت أنه يعني مش ماشي حالي كتير بعدين رجعت شديت على نفسي شوي أكتر حسيت بالأمن والأمان والاستقرار وحريت العمل بالبلد صحيح فقدمت وصار عندي مبلغ من المال حبيت أني أنا جرب نفسي وجربت نفسي والحمد لله نجحت ومن المشروع للتاني للتالت الحمد لله اليوم المشروعي التالت فأنا أحفز كل الشباب اللي من عمري وما إلى علاقة تأثير العمر أنه كان بعده صغير ولا كبير بالعكس البلد هون مفتوحة لكل الأعمار أنا أشجع الموضوع هذا والبلد الإمارات مع حبي الشديد الله يرحم الشيخ زايد أبونا والشيخ خليفة ويطول في عمر الشيخ محمد وحكام الإمارات أجمع أنا أفتخر أني أنا عندي إقامة الإمارات أنا لبناني الأصل بس أنا من جواتي من جوة حتى ولادي من اليوم هني موجودين بلبنان بيسألوني بيقولولي روحت دوار بابا زايد روحت الكاثر عند صورة بابا زايد فهيدا الشي أنا عم بحكيكي شعر بدني يعني تأثرت بالموضوع لأنه هالبلد هاي دي أكلنا منا خبز وروينا أردنا تحت بلبنان وشبعت أهلي وعملت مستقبل لحالي نتكلم عن البدايات كيف كانت فكرة هذا المشروع بداية حضرتك في هذا العمل أنا من فترة تقبيبا سنتين أنا غدرت الدولة غبت عن البلد سنتين ورديت رجعت لأنه ليشرب الميتة خلاص معاش يعرف يتركها ما تهنات بشي بره خلاص هي الإمارات الإمارات يعني رجعت الإمارات وعملت لفة طويلة بالإمارات حسيت إنه اللي كنا نحنا ربينا على شغل المطاعم اللبناني اللي هو المزاء الطيب بطلت لقيه بصفة مشروع المطاعم اللي ما قاله مشروع أي حد يدخل المجال هيدا المجال اللي هو اختصاص اللي يدخل هيدا المجال إذا ما كان مختص حرام إنه يخرب المصلحة لأنه هيدا الشغل إله أهل وناسك أنا اليوم دخلت المجال هيدا وجيت وطلعت بالفكرة لأني برمت كتير أماكن ما لقيت مثلا الشوارمة الطيبة ما لقيت المشاوة الطيبة شيء اللي نحنا مربيين عليه فحسيت إنه أنا قادر إنه أعمل شيء جديد وإن شاء الله أني دخلت وإلي تقريبا من خلال العشر كيام أنا عم بعمل كوست وعم بعمل دراسة للمشروع تبعي وحسيت إنه المكان اللي أنا فيه هو المكان المناسب خلينا نتكلم بشكل أكبر عن الخدمات القطعمة الموجودة أنواع الخدمات اللي بتقدمها من خلال هوا بيت عندي تقريبا المطعن حيكون مميز بالمشويات المشويات اللبنانية اللي هي على أصولها الشوارمة اللبنانية الفلافل الفول الفتل يعني الشعب اللبناني اللي هو أخذ مجال كتير كبير بالبلد هون إنه العالم كله حبته يعني اليوم انتي بس تقولي إنه أكلي لبنانية العالم تلهف عليها صحيح فأنا حابب إني أنا أعرض إرجع على الناس وعلى الزباين اللي إحنا كنا نتعمل معهم سابقا وإن شاء الله يارب تكونوا جديد معنا حنعرض عليهم الشكرة اللبنانية اللي هي عصيلة من ضمن الأكيب السطف اللي أنا اخترته هو اللي كان معي من عشرين سنة اللي أخذ شهاية خبرة واللي أخذ مدليات بالعمل الممتاز والنكهات الطيبة والسربيس الحلو والخدمة السريعة والنظافة يعني إن شاء الله بإذن الله نحن هنكون متميزين ندعي كل الناس إنه مطعمنا مطعم هوا بيروت حيكون من البداية هو صغير بس نحن شايفينه إن شاء الله كبير بوجودكم معنا ما تنسونا نحن إن شاء الله أكيد محن نتساكون وشارفونا بتحبونا يعني خلينا نكون صادقين معكم بس تشارفونا بتعرفوا شو الكلام اللي عم بحكيه إن إحنا إن شاء الله مميزون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي بداية حياتي. فهن هدول اللي كانوا مناجهين الاماكن اللي انا اشتغلت فيها. واختياري كان إلون صائب. يعني نقايتهم فردا فردا على اساس اني انا انجح انا وياهم ان شاء الله. والنجاح بعملة الجميع. فالاكيب انا واسق فيه مليون بالمية. وانا لو ما كان الاكيب كانت اترددت شوية بالمشروع. لانه انا عم راهن على حالي اني انا لازم اني انجح ومصر اني انجح. انا بالاكيب اللي معي. وايدي وايضن. وان شاء الله. وانا كمان خبرتي لاتا كل شأنا بالموضوع هذا. مجال كتير كبير بالمطاعم. عم نحكي ب32 سنة انا من زغري. يعني اتعلمت كتير بالمدارس وصلنا للجامعات. بس بالمطاعم احنا عملنا عملي واشتغلنا واشتهدنا على حالنا. سوس خالد اقول لحضرتك شيء كانت بديت يا الله ارحمة تقوله. اطلّوا الاستقبال هم العنوان. وطلّت حضرتك واستقبالك وطريقة تعاملك. الطيبة اكيد هي اللي هتحبب الناس في هذا. حالنا نتكلم في جزء مهم جدا ايضا هو التمعيل. طبعا حضرتك زي ما ذكرتك البداية لدولة الامارات بتحتضر كل من يدخل اليها. وده بيخلق دوما من المنافسة لانها بتشجع كل القطاعات. داخل هذه المنافسة وأنت رجل الآن رجل أعمال مسؤول عن مطعم إن شاء الله من المطاعم الكبيرة. كلمنا عن رؤيتك المستقبلية لهذا المطعم. وما الذي يميزه عن باقي المطاعم بمعنى آخر السؤال ما الذي سنجده داخل هوا بيروت ولن نجده في مركز. شوفي هو الخدمة والكرم والأسعار. أنا تقريبا يعني منافس كبير بدي كون بالسوق. محلي ما بدي أنا أعمله لمرتبي معيني. أنا أعمله لكل الزبائن اللي تفوت لعندي اللي بأخذين بالكلمة اللي عنده واللي ما عنده. أنا إذا بتعرفي أنت شعار المخبز تبعنا خبز لمن لا يملك ثمنه موجود عندي. هيدا عنوان المخبز. هدي رسالة. نحنا اليوم فاتحين مطعم وإن شاء الله شعارها بيكون نفس شعار المخبز. وتفوقنا نحنا عن نغير نعبد بيكون بخدمتنا وبلقمتنا الطيبة. وفينا نقول نحنا أنه بنا نكون إن شاء الله إن شاء الله أطيب لقمة بالإمارات. إن شاء الله أطيب لقمة وبصحة وعافية على كل من يتواجد داخل دولة الإمارات. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة